يا صباح الفل على احلى متابعين في الدنيا ازايكو حبيبي عاملين ايه يا رب النهاردة تكونوا بالف صحة وبالف خير هنعمل مع بعض النهاردة تخزين وراء العنب بطريقتين حاجة كده في منتهج جمال طبعا وراء العنب ده لا غنى عنه وهو اليومين دول الموسم بتاعه يلا بينا حبيب قلب نخش في الطريقة لو اول مرة تشوفوني انا اسمي ايا حلمي ودي قناتي لولوت المطبخ حبيب قلبي بصوا بقى حبيب قلبي اول حاجة هعملها مع بعض ان انا هنضف وراء العنب من العنقود وطبعا انا مش بتخلص من عنقود وراء العنب ده نهائي لان ده اللي بيديله تستعالي جدا وقت السوا فانا هسيبه على جنب وهقول لكم هنعمل ايه فيه شوية كده بصوا بقى ابتديت ان انا هحط كده احجام وراء العنب اللي زي بعضه على بعض بالشكل اللي انتو شايفينه ده الحجم الورق الوسط مع بعضها والصغير مع بعضه طبعا الرصة تاعة وراء العنب ده بيوفر علينا وقته مجهود وقت العميل وطبعا زي ما انتو شايفين ابتديت ان انا خلص كل الكمية ورستها بالشكل اللي انتو شايفينه ده واول طريقة لتخزين وراء العنب هي بتكون على الناشف من غير اي اضافة ولا اي حاجة كل اللي انا عملته في وراء العنب إن أنا شلت بس منه العنقودة بتاعته وزبطته كده وخلاص على كده جبت بقى أكياس الساندويتشات اللي هي بتاعة التلاجة العادية خالص من غير أي ستريتش ولا أي حاجة أنا بخزنها في الأكياس دي طول عمري وما بيحصلهاش أي حاجة وحطيت كده شوية من الأعواد بتاعة الورق العنب علشان الطاقة تكون معاها كل حاجة وهبدأ بقى إن أنا ألفها رول بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده وبعد كده بحطها على كيس كمان وبحطها بقى في الفريزر وبتعد معايا حباي بقلبي وراء العنب من السنة للسنة عمره ما بيغير لونه ولا بيجلد ولا بيحصل له أي حاجة وبيكون زي السكة بصوا بقى أنا هنا استخدمت الأكياس بتاعة الساندويتشات أو الأكياس الشفافة دي لأن طبعا مش كل الناس عندها استريتش الغذائي وطبعا بيكون غالي جدا وأنا ما حبيتش إن أنا عقد الموضوع الموضوع فعلا مش محتاج ولا استريتش ولا أي حاجة أهم حاجة إن إحنا نحطه كده ونخرج منه الهوى خالص وبرضو هيتحفز في أكياس التلاجة ومش هيقول لأ وأنا ما اعتمد التريقة دي من سنين وما تقلقوش الموضوع فعلا سهل وجميل بصوا بقى حباي بقلبي التريقة التانية ابتدت إن أنا أنزل بمعلقتين من السكر ومعلقة من الخل وعندي هنا مية مغلية لازم تكون المية مغلية بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده وكل اللي أنا بعمله في الخطوة دي إن أنا بنزل ورق العنب يدبل بس يعني أنا بنزله في مجرد ما بينزل في المية بطلعه على طول أنا مش بستنى حتى لونه يغير ولا أي حاجة أنا مجرد بس ما بديله محلول النقع ده علشان هو ده إلا هيحفظ لي ورق العنب اللي هو السكر والخل فكل اللي أنا هعمله هنزله ثواني وأطلعه من المية بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده وهجيب كده طبق فيه مية ساعة من التلاجة وهبدأ إن أنا نزل فيه ورق العنب علشان لو الورق فضل في السخنية هيبدأ إن هو يدخل في مرحلة التسوية وأنا مش عايزة كده أنا عايزة أحفظه مش أكتر زي ما أنتوا شايفين كده هو بقى زي الفل وفي المرحلة دي بصفيه من المية خالص وببدأ برضو أحفظه بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده في الأكياس وبكده خلاص خلصت الطريقة التانية وبكده حبيبي خلاص خلصت وصلت النهاردة أتمنى إن هي تعجبكم لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك لي أشوفكم في وصفة جديدة حبيب قلبي وسلام عليكم